الختام عندي كلام مع الأسف اللي جاي يحصل بهذا البلد ايه والله مع الأسف انحلال أخلاقي وجنائي وحتى في بعض مؤسساته لا تزعلوا مني احنا بلد القيم بلد المسلة الأولى للقانون في العالم بلد السلام بلد عمقه آلاف السنين هيتش يوصل بينا الحال معقولة هيتش يوصل بينا الحال عائلة عددها يتجاوز عشرين شخص من أطفال ونساء يقتلون بسبب خلاف عائلي مثل ما سمعته كلام الشيخ اللي تحدث به وطفلة بسن سبع سنوات تختصب وطالبة كلية يشوه وجهها وجسمها بالتيزاب وطفلة ثانية نازحة أمنيتها بالعام الجديد خيمة فقط تحميها من قساوة الشتاء كل هاي الأحداث تحصل ببلد غني وعنده ثوابت أخلاقية بس والله والله بسبب السياسة والسياسيين والسياسات الخاطئة وصلنا إلى هذا الحال مع الأسف مع الأسف والله العظيم والله العظيم شيء يدمي القلب وبعد وين يوصل بين الحال الله أعلم تصبحون على وطن آمن في أمان الله